تعالوا بقى ننزل بمقادير الكتف الضاني الحلو بتاعنا النهاردة احنا النهاردة مراعين كل الأزواق عاملين كتف ضاني عاملين لحمة ضاني وعملين لحمة موزة عادية جدا بقري تعالوا نقول عشان نسلق الكتف ايو هنسلقه نطلع منه شوية شربة ينهر ابيض هنحتاج زبدة زيت حبهان مستكا لوري ورق لوري عود قرفة عود قرفس مقصوم نصين قرنفل واحدة وطماطماية سليمة بصل مكعبات متقطة أربع قرنفلفل أخضر حار جزر شرايح دوير جوزت الطيب ملح وفلفل أسود خلاص اول حاجة بقى اروح جايبة عشان الايه الوقت التالي ما يسرقنيش اروح جايبة الزيت والزبدة اروح منزليهم عندي هنا في الحلة السخنة لازم تكون الحلة سخنة مشي لازم بسمع التاشا دي اول حاجة هنزلها بعديهم فصين مستكا مستكا دي بقى بتضيعلي اي ريحة حاجة وبتخلي الشربة خطيرة فصين وعودين ارفف ورق لوري حبهان فصوص مش مطهود واعواد قرنفل سوري يبقى احنا حطينا هنا ايه حطينا زبدة وزيت مستكا وبعدين حطينا ارفف وبعدين قرنفل وحبهان فصوص وورق لوري بصوا كده واروح اعمل ايه الكتف الحلو بتاعي ده اروح اسمع التاشا دي شايفين اعمله كده واروش عليه بقى ايه رشد جسد تسيب كده ينهر ابيض على شربة اللي هتطلع علينا مين ريحته بقى يجنن تخيلوا دلوقتي ريحته خطيرة هنزل بقى علي اعواد الكربس بصوا دي احلى طريقة علشان تسلقوا ديها اللحمة الضمي او اللحمة عموما ماشي انا هنا مكترة الزبدة شوية لكن في العموم انت حطوا فصين تلاتة مكعبين تلاتة مش اكتر الزيحة الزيحة بدأت تطلع شايفين اهيه وبعدين انا اخدت لون من هنا اروح اتقف كده من ناحية التانية بصوا اللون لون وريحة وطعم خلوا بالكم لون وريحة وطعم اهو احط كده ياخد من طعم الزبدة عندي ومن طعم الكربسة ومن طعم البصل والحبهان والقرنفل حاجة خطيرة اروش بقى رشد جسد تسيب هنا كمان اهم حاجة يتشوح كويس قوي قوي ورش بقى رشة الفلفل السويت بتاعتي الحلوة اللي هي بصوا اساس الشربة والملح التاعي خلاص حلو كده وقول قالو يا ام اسلام يا حبيبتي ايه يا حبيبة قلبي ازايك عاملة ايه واحساني والله وانتي يا حبيبتي كل سنة كده برح بتتحكي علينا كده شفتي عملتها ببجأة اه شفت ايه بس انا شفتها بقى طبعا يا حبيبتي بس كانت حالة جميلة جدا جدا مش قادر اقولك قد ايه ايه حبيبتي ربتي لطلبي طبعا حلقة المشويات دي طبعا طبعا بس كانت تحفن قلتلك اسبوري علي هعمللك حلقة مشويات جنن فاكرة ربنا يساعدك يا حبيبتي يا حبيبتي وامتكة الكفتة دي انا هجربها اه هتعلم النشا دي بس انا سمعتها قبل كده بس ما صدقتهاش النشا والبياد البيت اه بياد البيت والنشا خطيرة اوه فقلت لما انت عملتيها قلت هجربها بقى اه واقولك النتيجة طبعا لازم اعرف رأيك طبعا يا حبيبتي قلبي لازم تعملي حاجة واسه ابدا حبيبتي ربنا يخليك يقوليلي بقى قولي حبيبتي يوصل ونشوفكو في احسن سورة واحسن حال وربنا يفك الغمه دي عنك يا رب هتدعي يوم وقفت عرفات هتدعي ايه وتقولي وتقولي اه اولا هدعي بالستر والسحة ايوة وادعي الاسلام بقى ربنا يتمله موضوع على خير يا رب كده يا رب يا حبيبتي فاقول له ان شاء الله السنة الجاية كده يكون في بيته ان شاء الله يا حبيبتي ويفرحك بيه بولاده يا رب يا رب يا حبيبتي قلبي يا حبيبتي طبعا طبعا الناس كلها والسحابي وكلكو والله يا حبيبتي ربتي مسيحي ومسلم كلنا اخوات طبعا طبعا يعني انا صاحبتي ام جزيف حبيبتي عايزة مياه كتير بقى سعيدة اه عارفة النهاردة بتقولي برضو هاتوم معاك وقفة عرفات طبعا واحنا برضو كنا يعني مام الله يرحمها كانت برضو في سيام العدرة العدرة كانت دايما تعمل فتير الملاك وبتوزعه ده حقيقي ده حقيقي اه كلنا واحد كلنا تربينا ان اعيادنا واحدة وافرحنا واحدة واحزاننا واحدة طبعا كلنا تربينا على كده اه اخر الليل بيتقفل علينا اه انا عندي البيت اغلبيته كله مسيحيين بيتقفل علينا باب بالضبط يعني اي حاجة ما تحصل للواحد الجار هو اللي بينفعل اكثر قبل اي حد هو اللي بيلحقنا اكيد والله طبعا طبعا انا اعيد على خطيبة اسلام طبعا انا فرحك بيهم يكملوهم على خير وكل سنة وانت طيبة انا خليك وتفرحي بولادك وتفرحوا كلكم بولادك يا رب ان شاء الله امين يا رب حبيبت قلبي وبقول معدتنا الجميلة حبيبتي عقباني يا رب ما تفرحي ببنتك ان شاء الله تقول لي مستنيها دي شوفتي طبعا انتي احلى لحظة بجد والله احسن لحظة وهي فرحانة بنتها كده وقفة يعني مش قادر اقولك احساس غريب جدا والله طبعا احساس متناقض بنت عارف انتي عايزة ومش عايزة واحساس حلو قوي قوي وبعدين خصوصا انا ما عنديش بنات جيالي بنت وبنتين كمان مش بنت واحدة فربنا يسعدهم يا رب يا حبيبتي ربنا يسعدهم يكملهم على خير يا رب وتفرحي بيهم شكرا يا حبيبتي كل سنة وانت طيبة بصوا بقى انا عملت ايه بصوا الشربة من قبل ما تغري بصوا عاملة ازاي حكاية اعايزة اورغها لكو كده انا عايزة كبشة اهي بصوا بقى احنا حطينا البهارات ماشي في الزبدة اخدت كده تحميسة حطينا ايه حطينا الكتفة عندنا حمرناه من كل الجوانب شفتوا انا عملها وقفوا وبعدين حطيتوا الخضارة عندي الخضارة عندي ايه كرفس جزر بصل طماطماية شقتها من النص ونزلتها ارنين فلفل شقتهم من النص ونزلتها بصوا هتاخدوا مرأة حكاية ريحتها حلوة ريحتها حلوة ولا لا يا مستر اشرف اه بيقولي التحفة ريحتها خطيرة بجد اعملوا الطريقة دي في اي لحمة عندكم مش بس ضاني بس مش عايزة اقولكو هتاخدوا شربة ما حصلتش طيب انا هسوي الكتف ده ازاي الكتف ده انا هغطيه خلاص اول ما المية تغلي هسيبها بتاع مثلا 10 دقايق بتغلي وبعدين اوطي لي واسيبه ياخد وقته في التسوية كل ما سيبته على فكرة الطريقة دي ما بتطلعش ريم خلاص علشان انا تسألت لما كنت بسوي اللحمة هي ما بتطلعش ريم لا ما بتطلعش ريم وانتو هتشوفو خلاص طوابل بقى بالزبدة بالسوى الكتف على الهادي هيطلعلكو شربة ترم العظم حكاية هنعمل بيها احلى فتة تعالوا بقى مينش احنا كان معنات اللي كنت باين ام رويدة ازايك يا ام رويدة هالو هالو ايوه هالو استاذ ياسر زي حضرتك يا رب يا رب يا رب وكلنا طيبين يا رب حضرتك عامل ايه بحمد لله بخير دايما يا رب قولي تحبت عيد على مين النهاردة احنا عاملين النهاردة كننا يوم عيد بالعيد احنا بنا اعيد النهاردة على الصحادثة ا truths وبحاب العيد على ريوسنا اولى طبعا والشعب المصري كله وانتصري طبعا اتفضل كان ليه عند حوالة سلب. فضل. والله يعني انا كنت تشغل سواق حر. اه. على مشواز. وعيجيت بالقلب من سنة وشهرين. من الوقت يعني نزلة تعطرت القلب تمنتاشر في المية. ايوة. وانا يعني يعني بطلب حدي يعني ايه? اه. يتوسط لي عند حياة كريمة او اه حسب ومستعد الوطن. يجيب لعربية مقربات بالقف اشغلها اطرف على البيت. لانا انا والله ما معاي رجيب دلوقتي الا عشرين جنيه. اولا يعني ربنا يلبي لك طلبك واكيد اكيد اه رسالتك وصلت واحنا هنوصلها. وربنا يعينك وربنا يدي لك اه 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 كل اللي تتمناه. و اه انا عارفة اكيد طبعا حضرتك عندك مسؤولات كتيرة فاكيد اكيد رسالتك هتوصل واكيد يبقى لها حل سات رئيس ما بيتأخرش على اي حد محتاج. بصوا بقى ان هنا عملت ايه انا حطيت الزبدة وحطيت عليها فصين مستكا. ويه اللوري كل دا هي فيفا في الرز اه بصوا بقى هتاخدوا رز حكاية. وفصين حبهان كده حلوين. مشي وقلب تحتهم بس تطلع ونزل بقى الروز دا عندي. الروز دا روز مصري. الفتة ما تنفعش غير بعيش بلدي وروز مصري. تاكلوا احلى فتة في الحقيقة. نروح عاملين بقى الروز بتاعنا ونقول قلو يا مدام شرين. ايو قلو. ازيك حبيبتي عامل ايه? زيك يا بيبة عامل ايه حبيبتي. كل سنة وانتي طيبة. طباح الورد على الناس الورد. حبيبتي. والفساتين الشيك اللي بتلبسيها دي. حتعمل فيك ايه و جمالك ايه بس. ربنا يخليك. ما شاء الله عليك يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليك الايه. ربنا يخليك. نتحرمش منك ابدا عامل ايه اخبارك كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا حبيبتي. عشان طبعا هتاخدوا اجازة بقى وحتسبونا الوحدانة فقلت اكلمك اعيد عليك. يا حبيبتي ده شرف لي يقوليلي بقى اتعيدي على مين? وهتدعي لإيه وتقولي إيه? لمن وتقولي طبعا القائمين على تنتي وفي المحترمين. طبعا. واسرة البرنامج وكل الكاث اللي عندك. اه وطبعا حضرتك وولادك واسرتك الكريمة. وورانا واسرتها الكريمة. حبيبتي. ومستر طلعت واسرته. وكل الناس اللي موجودين في الستر. وكل الناس اللي بتتعاون عشان تطلع البرنامج في احسن سوء. ده حقيقي. ده حقيقي. وعايزة اعيد على ماما حبيبتي عشان هي تعبانة وطريحة الفراش. الف سلامة عليها. قالها سنتين. الف سلامة على كل الناس يا رب. بس هي مع ذلك بتسمعك وبتحب قوي تسمعك كل. يا حبيبتي الله يسلميلي عليها جدا. وعيديلي عليها جدا. الله يسلمي. يا حبيبتي. ودعوتي بقى في يوم عرفة. قالوا. ايوا انا معاك احنا معاك. ايوا يا حبيبتي. انا بنسمعك. كلنا ازان وصغير. بتبقى اللهم اجعل اجعلني مجابة دعوة. امين يا رب. ليه بقى عشان كل الدعوات اللي بعد كده ادعيها ان شاء الله ربنا يستجب لها. امين يا رب. واهمها بقى السطر والصحة وراحة البيت. امين يا رب يا حبيبتي. للجميع يا رب مش ليا لوحدي. يا رب وده اهم حاجة اهم دعوات. اه والله. السطر والصحة وراحة البال. وبعد كده كل حاجة كل حاجة مقدورة عليها. عندك حق. عندك حق. حبيبتي كل سنة وانتي طيبة. شكرا يا حبيبتي. ربنا يخليك وما تحلمش ابدا بنسمعها صوتك يا رب كل بيتك وقسرتك طيب وبخير. عملنا الرز. انتوا عارفين انا عملت ايه؟ انا حمصت التوابل خلاص. وبعدين حطيت الرز قلبته تقلبتين. حطيت ايه؟ نص شربة. لو عندك شربة كفية حط. معقولة يبقى عندنا شربة. ونعمل الرز بمية. ما يصحش لازم نعمله بشربة. فصوص الحبهان واللوري. هتبقى معي على الوش بعد ما يستوي. وهشلها بمنتهى سهولة بس ما يتقلبش لغاية ما يستوي. تمام? لحد ما يستوي ما يتقلبش. عملنا ايه؟ الكتف وسايبينه بستوي على قليل من مهلنا. وكمان عملنا الروز. هنروح لفاصل. سوف نرجع لكم بسرعة. نكمل احلى اكلات عيد الاضحة. انا جاهزة علشين اعمل الطشة بتاعة الفتة. بس قبل ما نعمل الطشة بتاعة الفتة في حاجة مهمة جدا. هنعملها ان هي هنحمر الاول السمنة في الزبدة اللي بعد كده هنعمل فيها الطشة. فاهميني؟ اهي. هنحمر اللحمة في الزبدة اللي هنعمل فيها الطشة. ادي الزبدة عندي. اللحمة بقى. الموزة طبعا يعني فتتنا باللحمة الموزة بتاعتنا. بديها تشويحة حلوة كده في الزبدة. ورشة ملح وفلفل اسود. خلاص. احنا هنا مسويينها اللحمة بس هي هي نفس طريقة عمل الكتف. هي هي فقلنا نكسب وقت ونعمل كده. اللحمة بتاعتنا. وقلبها في الزبدة. بتدي طعم خطير. ورشة ملح وفلفل اسود. اهي. رشة الفلفل اسود. ورشة الملح. عندي هنا كمان الرز خلاص استوى. اهو. شايفين. الرز استوى. وكل حاجة علشان ما تقلبش خالص. كل حاجة على الوش عندي اهو. الناس اللي بتشتكي ان نحط حبهان او لوري. وبعدين من عشر نشيله. لا. ما يتقلبشه لحد ما يستوي. طبعا يغلي. وبعدين اروح ايه؟ ارشيل بقى كل الهاجات دي. يغلي وبعدين اول ما يغلي اروح مهدية النار على اقل حاجة واسيبه لحد ما يستوي. تمام. خلاص كده. هقلبها كده. بس تاخد ايه تشويحه. مش اكتر. وارفعها. وحط بقى التوم. وعمل الطاشة. احنا هنا كمان بنجهز الطبق. ممكن يا سايد تاخد الرز ده. تهطها عندك كمان. انا بس انتو حمروها ايه شوية. ادوها لون شوية. وتزخن طبعا مع الزبدة. وتاخد الطعم. تكون خطير. ماشي انا هارفعها. في طبق عندي. ويه اهو. عشان ايه نلحق. اوكي. ماشي. ارفعها كده بقى. هي انتو هتستنوا عليها شوية. تاخد لون. وتتشوح في الزبدة. حلوة تاخد طعم. برشد ملح وففل اسويت دي. ممكن انا بس عشان وقت البرنامج. انا ورت لكم الفكرة. وهشلها. بعد كده. هنعمل ايه. هنحط طبعا التوم بتاعنا. والخل. سوري. اهي. الله. بصوا يعني اكل بيبقى. نتكلف وطعمه. ورحتو حلوين قوي. هعمل ايه دلوقتي. طبعا انا اسفة. هعمل ايه دلوقتي. الزبدة عندي هي هي. اللي شوحت فيها اللحمة. رح منزلها التوم. طبعا. فتة يعني توم كتير. وخل. اهو. هذه. تتشوح شوية. اهي. نفل دي. رحة التوم تطلع الخطيرة كده. خلاص. ونعمل ايه. حط الخل. وطبعا شربة. بصوا انا عايز اوريكو الكتف. بصوا الكتف. نعم. بصوا الكتف. رحتو حكاية. بجد. رحتو حكاية. هيعجبكو جدا. بصوا. ما بياخدش وقت طالما شوحناه. بالطريقة اللي احنا عملناه. طبعا احنا كنا مقطعينه. رحتو خطيرة. خطيرة خطيرة. عارفين رحتو ايه. رحتو عكاوي. بجد رحتو عكاوي. رحتو طحفا. رح عامل ايه. خلاص. عندي التوم هنا. رح حط ايه. الخل. طبعا التوم. يدوبك يدوبك يصفر. خلاص. رح بقى جايبة. هنا. الكبشة بتاعتي. بين الكبشة حد اخدها من جنبي. ماشي. اروح جايب اهو. الشربة بقى. وحطاها هنا. على طاشة الخل. والتومة. شايفين؟ ممكن يشوف لو سمحت العظمة اللي احنا بنعملها. اهي. بحط حبة حلوين. رحتها خطيرة. بجد رحت. يعني عارفين العكاوي. رحتها بالضبط. خطيرة طحفا. تمام. اهي. تبقى كده جاهزة عندي. هغطي ده. ده. هات يا شوف. هات هات هات. هعمل ايه بقى. اهو. اهو. الله. شوف سعيد داخل بنفسه على الوليمة. بس يسيب لي دول. شوف بركة. هحط هنا. عشان نعمل. دلوقتي. طبق الايه. الفتة عندي طبعا. يا ربي يعني. ممكن احركوا ثانية واحدة هنا. يا ربي دايما دايما. اهو. شان عف اشتغل فيه. دايدوبك ايه. لشان العيلة. ماشي. هنا بقى بعمل ايه. بحط طبعا. اللحمة بتاعتي. اهي. وبرصصها. ماشي. اللي انا حطتها في الزبدة. والملح. والفلفل اللسود. طعمها حكاية. ودايبة. ومسلوقة زي الكتف بالزبط. اهو. خلاص. وطبعا منبار. طبعا. يعني هليخفى القمر. عيد. يعني. لحمة وفتة ومنبار. والكتف بقى بتاعنا الحلو دا. ينزل على الامة. بصوا. مشي. ويه. كفاية كده. دلوقتي بقى اروح انا جايبة ايه. هنا. اللي انا سايبقها بتغلي شوية. وايه. اروح بقى مسقسقة عندي. طبعا. علشان الرز كمان يكون. العيش كمان ما يكونش ناشف طبعا. بحط حبة حلوين. على كل الفتة دي. اهو. اهو. شايفين. لازم نحط خل. وبعدين نحط شربة. ونسيبهم يغلو شوية. الريحة بقى. بتبقى خطيرة. تمام. انا هحطة طوم كتير. ليه بقى ومش كلها اخد. هعمل ايدي الوقتي. اروح رجعها هنا. واغد كبشتين تاني. ماشي. هطاها. اهي. خطير. رحته فضيعة. ماشي. اروح بقى حطى ايه. السلسة بتاعتي. اهي. ويه. ماشي. وارش كمان ناشطنا الكوكيل في الاسود. عشان تبقى مظبوطة. طبعا. التوم عندي كثير. واعمل حسابي ان انا هخلي علشان هي واحدة. هعملها. هعمل ايه بقى دلوقتي. ماشي. اروح الكتف. تفضل يا شوف. الحلوة بتاعنا ده. اهو اروح جايبا. ماشي. واروح. منزله هنا. تمام. ايه رأيكم. ايه رأيكم. وادي اهي. طبعا. هنا عاملين ملوخية. ايه. بس عشان وقت البرنامج طبعا. ايه. اهي. هنا طبعا نحط شوية منبار تاني. بس الصلسة هنا بتغلي. انشي. وصوا يعني كل سنة يا رب. يا رب اكون قدرت اقدم حاجة حلوة. وعيد عليكم. وتكون حلقة مختلفة مناسبة جدا جدا ليوم العيد. عايزين بقى نشوف الجلاش. 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 شفتوا ما بياخدش حاجة. الحمد لله لحقتوا في الوقت المناسب. اتلخمنا احنا في ايه. وصوا الجلاش. اتلخمنا احنا طبعا احنا بنغطيه شوية. وبعدين بنقدمه. اتلخمنا احنا في ايه. الرؤاق سوريا يا جميع. الرؤاق. احنا اتلخم اهو. شايفين بغطيه شوية علشان يبقى طاري معيه وجميل. ماشي. تعالي اشوف لو سمحت نشيل الحاجات دي. اجيب بقى دلوقتي. هنا بس بايه. بحبة زينه. باي حاجة. حاضر. يلا. ونروح جايبين بقى الصلصه بتاعتنا الحلوه دي. نروح منازلينها على الكتف الحلوه بتاعنا. اهي. ونبقى عملنا احلى فتت عيد اطحى ورؤاق. ولحمه وكتف داني. ودينا كل الافكار. عايزين نعمل ونفرح بيوتنا ونفرح ولادنا. كل سنة وكلنا يا رب طيبين. والبيوت كلها عمرانه. ودايما مليانه فرح. بس عايزة امسح النقطة اللي هناك فلا مش هاتيكم. عايزة امسحينا بس. امش عايزة اتكلم قدام العظمة دي انا سايباك وسكتها. شكرا. بصوا. انا انا حقيقي. حقيقي مبسوطة وفخورة ان احنا صورة. صورة. كلنا كده عايزين صورة. والله انتم عارفين نفس كل اللي في الكنترول يجي. وكل المدرين التصوير يكونوا معينا في اللحظة دي. وطبعا نسا عيدوا. كلنا كلنا بجد ونعيد عليكم. فلو يقدروا يسيبوا اماكنهم حقيقي ما كانوش هيتأخروا. عايزين نعيد كلنا. كل حاضر. كل كرو البرنامج. وكل التيم الشغال كلنا تحت مظلة تان تيفي. وطبعا طبعا كلنا بنقولكو كل سنة وكلكو طيبين. وكلنا طيبين. ويارب يتعاد علينا كلنا الايام بخير. موسوطة قوي ان انا كنت معاكم النهاردة. احنا ان شاء الله اجازة. هنرجعلكو بعد العيد. هتوحشوني قوي. قوي. ويرب اكون. كنت ضيفة خفيفة فترة اللي فاتت. وضيفة خفيفة الفترة اللي جاية. بس بجد اتوحشوني من هنا لحد ما اشوفكم ان شاء الله. بعد العيد. اجازة سعيدة وانجوي. وتبستوا وفرحوا. انتوا ولادكو وعليدكو وصحابكو وكلكو. كل سنة وكلنا طيبين. موسيقى